اشتركوا في القناة 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 طريقة سهلة جدا كان سبق لي أولى فيديوهاتي في القناة كنت عملت لكم سوفلي بهذا الطريقة راح نخلي لكم الرابط التح في صندوق الوسط إن شاء الله كما راكم تلاحظوا أني نحط فيها في بلاتو كنت دي جاد هنتو بشوية زبدة كما تقدري تديري ورقة الزبدة وتحط عليها الخبز مباشرة بعد ما كملت كامل القطعة كما راكم تلاحظوا الصينية الأولى دي جا بدت تخمر يعني القطعة الخبز بدأوا يخمرو دهنتهم بصافار البيض اللي يكون ضيفت له ملعقة أخل كما تقدري تضيفي ملعقة حليب أو قهوة على حسب بوش حبيتي انتي ضيفي راح ندهنها مليح بشي يحمرو اللي مليح في الفرن ورح ندير في النصف هكا كما راكم تلاحظوا سانوج ونرش على الجوانب الجلجلان حبات راح نعكسهم ندير الجلجلان في النصف وسانوج على الجوانب كما راكم تلاحظوا ونزيد نخليها تخمر شوية ما بعد راح نلوحا للفرن الطيب على درجة حرارة عالية كما متعودا نقول لكم انه المخبوزات هذه الطيب على درجة حرارة عالية باش طيب لكم مليح وتجي خفيفة وهشيشة من الداخل وكل وحدة راح يتعرف الفرن انتحا كيفاش اي طيب لها وهو ليك الخبز كما راكم تلاحظوا بعد ما طاب كنت خليتو طاب على لون ذهبي تحبي تزيدي تحمريه زيدي يحمريه وهذا هو الشكل النهائي تاع خبز الدارتانا كما راكم تلاحظون نحاولوا انه نوعو في الاشكال باش نمدو منظر للطاولتانا في نفس الوقت نشاهيوا افراد العائلتانا باش ياكلوا الخبز كما راكم تلاحظوا يجي خفيف ويجيه شيش اكيد راح اخلي لكم الرأي لكم توم بعد ما تجربوه وتمدوا لارأكم وتبثيري كالعادة تطبيقاتكم على الانستغرام وهذه هي وصفتنا لنهى اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم والى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة